في إطار الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سموه وحفظه الله في مجلس الأسبوعي بقص رفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعدد من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعدد من أفراد المجتمع وقد رحب سموه وحفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تكريسا لنهج المجتمع وسنة الآباء والاجداد وترجمة الروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة يبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخيرة منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر